بسم الله الرحمن الرحيم بعد أكثر من 2500 دراسة علمية لم يجد الباحثون مفرًا من الاعتراف بأن الحيوانات والحشرات مثل النمل لها أحاسيس وعواطف ووعي أيضًا فهي تتألم وتشعر وتتذكر وتحب وتكره وتعيش حياة اجتماعية مثل المجتمعات البشرية الحقيقة هذا ما وصل إليه البروفيسور مارك بيكوف من جامعة كولورادو الذي يؤكد من خلال مجموعة كتب اللفها ومجموعة محاضرات ألقاها وبعد ثلاثين عاماً من تجاربه على الحيوانات يؤكد أن الكثير من الكائنات التي تعامل معها مثل الذباب مثلاً لديها مشاعر الحب والكراهية وأنها مجتمعات تشبه البشر سبحان الله هذه الحقيقة العلمية التي وصل إليها العلماء في القرن الحادي والعشرين أنبأ عنها القرآن العظيم في القرن السابع الميلادي أي قبل أربعة عشر قرن في قوله تبارك وتعالى وما من ذابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وأمام هذه الحقيقة القرآنية وتطابقها مع الحقيقة العلمية لا نملك إلا أن نقول سبحان الله سبحان الله